بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاث سيناريوهات لنهاية الحرب في أوكرانيا تنقلها صحيفة نيويورك تايمز فقد تنبأت الولايات المتحدة الأمريكية بدقة بموعد بدء الحرب في أوكرانيا ودقت ناقوس الخطر وأكدت أن الغزو وشيكا على الرغم من نفي موسكو وتشكك أوروبا لكن التوقع بكيف سينتهي الصراع يعتبر أمرا صعبا للغاية لمعرفة تفاصيل ما جاء في نيويورك تايمز أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية بحسب الصحيفة الأمريكية هناك ثلاث سيناريوهات لنهاية الحرب الروسية على أوكرانيا أولها توصل المفاوضات بواسطة تركيا أو الكيان الصهيوني أو فرنسا إلى حل لكن حتى الآن اصطدمت برفض الرئيس بوتين الدخول في أي مفاوضات جادة والسيناريو الثاني هو استمرار الصراع لفترة طويلة بما يجلب المزيد من الموت والدمار لأوكرانيا ويسيطر بوتين على مساحات واسعة من شرق وجنوب البلاد أما السيناريو الثالث وهو الأكثر رعبا لنهاية الحرب أن تنغمس دول النيتو بشكل مباشر في الصراع عن طريق الخطأ أو استفزاز موسكو وأصبح هذا الاحتمال أكثر وضوحا الأحد عندما استهدفت روسيا قاعدة عسكرية تضم متدربين أجانب على الحدود الأوكرانية البولندية كما أعلنت روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع أن استمرار الجهود لنقل الأسلحة عبر تلك المنطقة إلى القوات الأوكرانية من شأنه أن يجعل القوافل أهدافا مشروعة في تحذير من أن مجرد حشد الأسلحة على أراضي النيتو لا يعني أنها محصنة ضد الهجوم في المقابلات التي أجريت مع كبار المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين خلال الأيام الأخيرة كان هناك إجماع على أن الجيش الروسي تعثر في خطة الغزو وأن الأسبوعين القادمين سيحددان شكل الحرب وإذا كان يمكن التوصل الاتفاق عن طريق التفاوض من عدمه سيناريو الدبلوماسية في أوائل الأسبوع الماضي كان هناك بصيص أمل في أن تبدأ مفاوضات حقيقية يمكن أن تنشئ ممرات إنسانية للأوكرانيين للهرب من رعب القصف المكثف والهجمات الصاروخية وربما تؤدي إلى محادثات سلام لكن لم يتم التوصل إلى شيء وقال ديمتري بيسيكوف المتحدث باسم الكريملين إنه إذا غيرت أوكرانيا دستورها لتكون على الحياد ولم تنضم للنيتو واعترفت بأن المناطق الانفصالية في دونستيك ولوهانسيك دولتين مستقليتين وأن شبه جزيرة القرم جزءا من روسيا سوف تتوقف الضربات العسكرية في لحظة وفي مقابلة مع قناة ABC News في اليوم التالي بدى الرئيس الأوكراني زيلينيسكي منفتحا بشكل مفاجئ على فكرة المفاوضات وقال إنه من الواضح أن التحالف الغربي غير مستعد لقبول أوكرانيا وبينما لم يقل إنه يقبل اقتطاع جزء من البلاد قال إنه يمكننا مناقشة وإيجاد حل وسط حول كيفية عيش هذه المناطق كما أجريت محادثات بين الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني شولز ورئيس الوزراء الصهيوني بينيت والرئيس التركي أردغان كلها كانت تدور حول نفس الشروط ووصفت الحكومة الفرنسية اتصالا أجره ماكرون وشولز مع بوتين السبت بأنها مخيبة للآمال بسبب نفاق بوتين وإنه مصمم على مواصلة الحرب وقالت ويندي شيرمان نائبة وزيرة الخارجية إنه لا يوجد دليل من المحادثات حتى الآن على أن بوتين قد غير مساره لا يزال عازما على تدمير أوكرانيا سيناريو صراع طويل الأمد على الرغم من المشاكل اللوجستية لجيشه يبدو أن بوتين عازم على تكثيف حملته وفرض حصار على العاصمة كييف وخاركيف ثاني أكبر مدينة في البلاد وغيرهما من المراكز الحضرية الأوكرانية وقال ويليام جي بيرينز مدير وكالة المخابرات المركزية الأسبوع الماضي أعتقد أن بوتين غاضب ومحبط الآن وأضاف أنه من المرجح أن يحاول سحق الجيش الأوكراني دون اعتبار لسقوط ضحايا مدنيين لقد أظهر بوتين في الصراعات السابقة في سوريا والشيشان استعداده ليس فقط لقصف المناطق المقتضة بالسكان ولكن أيضا لاستخدام الضحايا المدنيين كوسيلة للضغط ضد أعدائه وقال مسؤولون أمريكيون كبار أن الأسبوع المقبلة قد تشهد قتالا طويلا يسفر عن سقوط آلاف الضحايا من الجانبين وأكد سكوت دي بيرير مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية أنه مع حصار القوات الروسية لكييف من الشرق والشمال والجنوب وانقطاع الإمدادات فإن مدة صمود العاصمة تتراوح ما بين 10 إلى 14 يوما وقال الأدميرال المتقاعد جيمس جي القائد الأعلى السابق لحلف النيتو في أوروبا ستكون تكلفة سيطرة موسكو على كيف باهظة الثمن من الدم الروسي وأضاف أن هذه التكلفة الباهظة قد تدفع بوتين إلى تدمير المدينة بالصواريخ والمدفعية والقنابل السيناريو الأسوأ وكلما تحرك القتال غربا زادت احتمالية هبوط صاروخ خاطئ في أراضي النيتو أو أن يسقط الروس طائرة تابعة لحلف النيتو وهو ما قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب لكن ما يثير قلق المسؤولين الغربيين هو أن يوسع بوتين المعركة إلى مبعد أوكرانيا فقد آرب المسؤولون في السر عن قلقهم من أن بوتين قد يسعى للاستلاء على ملدوفيا وهي جمهورية سوبيتية سابقة أخرى لم تنضم إلى النيتو حتى الآن وتعتبر معرضة للخطر بشكل خاص كما أنه توجد مخاوف من أن بوتين الغاضب من بطء هجومه في أوكرانيا قد يلجأ إلى استخدام أسلحة كيميائية وبيلوجية في الحرب وذكر جيك سولوفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جزء من سبب لجوء بوتين إلى تكتيكات متطرفة مثل استخدام الأسلحة الكيميائية هو أنه محبط لأن قواته لا تتقدم وأكد سولوفان أن روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا استخدمت أسلحة كيميائية إذن متابعين الأعزاء المعركة تشتد وتتوسع وهناك سيناريوهات ثلاثة استعرضناها مع حضراتكم ذكرتها نيويورك تايمز تحدثت عن السيناريو الأسوأ وهو توسع المعركة واستخدام أسلحة محرمة دوليا بما يجعل من حرب أوكرانيا وروسيا تتحول إلى حرب شاملة أو حرب عالمية ثالثة أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر